تتصاعد حدة التوتر في قضاء سنجار بمحافظة نينواء بعد سلسلة من الأحداث خلال الأسابيع الماضية بين القوات الأمنية وميليشيا حزب العمال الكردستاني ثلاث مواجهات مباشرة بين الجانبين أسفرت عن إصابة 27 جنديا عراقيا وخطف اثنين آخرين من قبل ميليشيا وحدات حماية سنجار المعروفة اختصارا باليبشة وهي الذراع المحلية لحزب العمال الكردستاني في سنجار كما أصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفل خلال المواجهات وتنفذ الفرقة العشرون في الجيش عملية انتشار واسعة في سنجار وضواحيها ضمن مساعي حكومة بغداد لاستعادة السيطرة على القضاء الذي يخضع لهيمنة ونفوذ حزب العمال الكردستاني لكن عمليات إعادة الانتشار تواجه برفض من قبل ميليشيات تابعة لحزب العمال أبرزها وحدات حماية سنجار وعناصر من أيزيد خان إلى جانب عناصر الحزب أنفسهم الذين يرفضون التخلي عن مواقعهم في جبل سنجار وبدأت حدة التوترات بالتصاعد منذ منتصف شباط الماضي عندما أمر قائد الفرقة العشرين العميد أثير الربيع بإنزال صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان من الساحات والتقاطعات العامة واعتقال من يرفع صوره على خلفية قيام عناصر الحزب بإنزال العلم العراقي من أكبر ساحات سنجار ورميه على الأرض المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال إن القطاعات العسكرية في المدينة لن تسمح بأي وجود مسلح خارج سيطرة الدولة لكن ما يجري على الأرض يظهر عكس ذلك حيث تتسع سيطرة ميليشيا البكاكا ويتعاظم نفوذها وهو ما دفع تركيا إلى شن عملية عسكرية جديدة تحت مسمى المخلب القفل وذلك لمنع ميليشيا حزب العمال من شن مزيد من الهجمات داخل الأراضي التركية تعثر التفاقية تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار تمهدا لعودة النازحين بسبب رفض عناصر حزب العمال الكردستاني لانسحاب مع تلقيهم دعما من الميليشيات الموالية لإيران يلقي مزيدا من الظلال القاتمة على المشهد الأمني والإنساني في القضاء والمناطق المحيطة به ما يفتح المجال أمام مواجهة عسكرية كبيرة أو مواصلة الحكومة في بغداد سياسة غض الطرف عما يجري هناك من جرائم وانفلات أمني بعيدا عن سلطة الدولة